أعلنت وزارة التموين زراعة نحو 25 ألف فدان قصب بمحافظة المينيا خلال الموسم الحالية في إطار سعيها لاستلامي نحو 7 ملايين و700 ألف طن ينتبون ما يقرب من 850 ألف طن سكر وأكدت الوزارة خلال زيارة وفد منها لمحافظة المينيا افتتاح عدد من معرض أهل رمضان وتفقد مصنع السكر بأبو قرقاس قالت إنها تستهدف توريد 150 ألف طن قصب لمصانع أبو قرقاس المينيا للموسم الحالية ينتبون 12 إلى 15 ألف طن سكر وقال اللواء عصام البدوي رئيس شركة السكر والصناعات التكملية قال إنه يتم حاليا تنفيذ خطة لرفع قدرات المصانع الانتاجية بالإضافة إلى تطوير عمل المراجل البخارية في ظل زيادة كميات الطاقة المستخدمة موسيقى موسيقى